اشتركوا في القناة نهاردة بإذن الله حعمل معكم كمبوت وعصير المشمش تخزين الكمبوت المشمش ده تقدر تخزينيه لمدة سنة في الفريزر مش هيحصل له حاجة أبدا ده شكله بعد ما خلصته وقادي شكل العصير قادي طبعا سمكه العصير تقيل ومركز وكمان تقدري ده في إيدك إنتي زي كنت تخفي فيه أو تشليه مركز في التلاجة تقدر تخزينيه كمان كعصير في كياس وفي أي وقت تخرجيه وتعمليه نبدأ بسم الله أنا معي هنا 2 كيلو من المشمش مخصول وطبعا خليها من النوى بتاعه أنا جاب المشمش بتاعي بلدي يعني الحباية بتاعته صغيرة مش كبيرة وكمان إلى حد ما بيكون طري مش مهري مش مستوي ومعي لامونة ومعي طبعا السكر هبدأ بسم الله بتحطي طبعا المشمش بتاعك في حلة علشان هتشتغلي فيه وتحطيه على النار حطيت على الـ 2 كيلو نص كيلو سكر فقط ليه بقى لإن بعد كده أنت بتزودي التحلية بتاعتك على حسب ما انت حبه وانت بتعمله عصير فمش مستحب إنه هو أساسا يتشال مسكر يعني على حسب التزوق طبعا إن مش مش فيه مزازة شوية أو حدقان ففيه بيحبوه حادق شوية فيه بيحبوه مسكر شوية فيبقى السكر ده تحليته في إيدك بعد كده عصرت عليه عصرة اللمونة تمام عصرت أول نص وقادي نص تاني من اللمونة يعني مقدار معلقتين كبار من عصرة اللمون وبعد كده بضيف عليه المية مية عادية جدا من الحنفية وانت بتحط المية تقليبي فيه علشان خاطر المية تبان لازم تكون المية مغطية حاجة بسيطة جدا ما يبقاش المية كتيرة قوي يعني المية مجرد إن إيه هي تشوفيها كده ما بينه زي ما احنا شايفين كده تمام خلاص كده شايفة المية بتاعتي وصلت لغاية فين وترفعيه على النار وتهدي النار عليه وأول ما تلاقيه استوى جدا يعني بقى مسلوق ونزل هو كمان عصرته شايفة قادي شاكله طفت عليه وسبته لما إيه ده خالص طبعا المية بتاعته دي تقدر إن إنتي تصفيه وإنتي بتشيليه تحتفظ بالمية دي مية تعتبر عصير مش مش أو شربات مش مش اللي هو السيرب فممكن تزقي به الكيك والجاتوب بتاعك كمان هنا أنا بعبي في علب بقى في برطمانات في كياس على حسب المتوفر عندك ده بالنسبة لي خلاص كده كمبوت المش مش بتاعي خلص طبعا بقى بتزوجي عليه من العصارة بتاعته دي أساسا هي كلها تعمل مش 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 مية آدي دي القطعة بتاعته وآدي هو الشربات بتاعه اللي نزل منه وطبعا مش مسكر يعني معقول جدا تاخدي منه بالمعلقة وتعملي منه عصير كمان الكمبوت ده يعني أنا كده احتفظت بعصير المش مش بتريقتين عبارة عن إنه كمبوت وفي نفس الوقت أخده أضربه في الخلاط حتى وهو مسلج وهو متجمد تاخدي على قد ما هتعملي مثلا كوباية أو اتنين عصير وتزوديه مية وسكر على حسب الرغبة وتضربيه في الخلاط وتشربيه أحسن عصير مش مش فرش هنا خدت شوية هعمله عصير بزودي بقى سكر على حسب الرغبة طبعا بتخفيه برضو بشوية مية على حسب سمك العصير ما انت عاوزاه ممكن ما تحطيش مية خالص وتحطي العصير كله تضربيه شوية المش مش دول تضربيه هايبقى تقيل جدا وتعبيه في كياس أو في ازايز وتشليه في الفريزر وقت ما تخرجيه تقدر ان انت تخفيه بشوية مية في دورق طبعا وتزودي عليه سكر برضو حسب الرغبة وتقدميه ايه دي شكل العصير بتاعي انا عملت السمك بتاعه يعني على مش تقيل يعني انا عملت مش مركز قوي ومش خفيف قوي لان انا قدمته على طول في وقتها اهو شايفه معقول جدا وسكره تحليته مناسبة جدا ليا ايه دي شكل العصير بتاعي انا كده استفدت من اتنين كيلو مش مش عملت منه قلبة كنبوت كبيرة هاي زي ما انت شايفه وعملت منه عصير فريش وكمان اقدر اخد العصارة بتاعته او العصير بتاعه اللي في الكمبوت ده اصفيف كوباية على جنب وعبيه في ازازق او في برطمان وشيله في التلاجة استعمله كثيرة بازقي بي الكيك او الجاتو يعني انا استفدت من المشمش باكتر من حاجة يارب النهاردة الفيديو بتاعي يكون مفيد ليكم واكون قدرت اقدم لكم حاجة جديدة وافكار مفيدة وبرضو على قد الايد اقتصادية لان المشمش دلوقتي متوفر جدا في السوق وزي ما اتفقنا وقت ما يبقى فيه فكهة موجودة في السوق لازم تستفادي منها على اكمل وجه خلصت النهاردة الكمبوت بتاعي والعصير بتاعي اي دي شكله ياريت للا اول مرة شرفني في القناة ماينسانيش بالاشتراك ولو الفيديو عجبكم موقفتكم ياريت ياريت اللايكات صحتين وهنا على قلبكم يارب كانت معاكم نونة الحجير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ca اشتركوا في القناة